جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وسط مدينة جدة وفي أكثر المقابر جدلا في العالم يسود اعتقاد بأن أم البشرية حواء عليها السلام دفنت في المقبرة القديمة التي تناقلها عدد من المؤرخين والرحالة في مؤلفاتهم مقبرة حواء التي عرفت بهذا الاسم واقترنت بزوج آدم عليه السلام تضم رفاة أكثر من ألفي شخص جميع القبور فيها متشابهة وتعد مقبرة عادية يدفن فيها الموتى من عامة الناس سواء الروايات القديمة عن القبر المزعوم أكسبها شهرة عالمية هناك روايات عديدة ذكرت في المصادر والمراجع التاريخية القديمة والحديثة تتحدث بصورة وتفصيلية عن سبب تسمية مدينة جدة منها جدة جدة البشر أن جميع البشر لذلك سميت بجدة وأن وجود قبرها في مدينة جدة إذا تأكدت رواية ابن عباس وهو من الصحابة الأجلاء وهو حبر الأمة الإسلامية أن قبر أمنا حواء في مدينة جدة فتعتبر القبر أقدم من مدينة جدة وتأسيسها كان هيكل القبر موجود حتى على العهد الهاشمي أو قبل دخول الملك عبد العيز طيب الله ثرى إلى جدة في السابع من الجمادة الثانية عام 1344 كان قبر طويل جدا وكثير من الصور التي التقطت في ذلك الزمن قبل تاريخ عام 1344 توضح حجم القبر الطويل جدا لأمنا حواء وهو في مقبرة حواء كان موجود ولكن أزيل في العهد السعودي في عهد الملك عبد العيز في بداية العهد ولم نسمع من كبارنا أو من أهالي جدة أنهم موجدوا أثر أو للرفاة ومنع حواء في ذلك القبر يقبل كثيرون على زيارة المقبرة خاصة وفود الحجيج والمعتمرين من آسيا الوسطى إذ تنظم بعض شركات السياحة تلك الزيارات رغم العديد من الخطوات التوعوية التي تقوم بها عدد من الجهات المعنية التي رفعت كذلك من سور المقبرة المنخفض والذي لم يكن أمام زوارها عائقا في اللجوء إلى استخدام الأشجار والنخيل المجاور للمقبرة طريقا للصعود فوق سورها لاعتقادات وهمية لم يثبت أن أمنا حواء مدفونة في هذا المكان وما يشاع ويذاع ويكتب إنما هو عبارة عن أساطير وإشاعات سواء دونت في بعض كتب التواريخ أو حكيت على ألسنة الناس والعامة حينما يأتي الناس أو عوام الناس والحجيج إلى هذه المقبرة أو إلى غيرها من المقابر ونراهم بكثرة وللأسف في بعض الأماكن يأتون ويتمسحون بهذه الأمكنة أو يحملون شيئا من ترابها أو يعتقدون فيها شيئا معينا يحل فيهم إذا جاءوا إليها أو وصلوا إليها كل هذا مخالف للشريعة ولذلك يتعين على القائمين على الحجيج وعلى حملات الحجيج والعمرة أن ينبه الناس إلى أن هذا يعني لا يصلح في شريعتنا وقد يصل بالإنسان والعياذ بالله إلى اعتقادات تخرجه من الدين والعياذ بالله زيارة القبور مشروعة والنبي عليه السلام في أول الأمر نهى عن زيارة القبور فلما فهم الناس التوحيد وأدركوا حقيقة القبور وحقيقة الأموات وحقيقة الحياة ولماذا خلقهم الله وحقيقة التوحيد رخص لهم النبي عليه السلام في زيارة القبور فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة النبي عليه السلام شرع لنا وعباح لنا بل ورغب فيما يتعلق بزيارة القبور وكان النبيع السلام يزور القبور وأرشد الناس إذا زاروا القبور ماذا يقولون إذا زاروا القبور فزيارة القبور مشروعة لا إشكال في هذا لكن لماذا نزور القبور؟ النبيع السلام أخبر في هذا الحديث أن زيارة القبور الغرض منها أن نتذكر الآخرة أن نتذكر أننا سنموت وندفن في هذا المكان بإزالة القباب المشيدة قديما على الهيكل المزعوم قبل سبعة عقود تلك المليئة تفاصيلها بتكهنات المؤرخين المختلفة والتي ذهب اعتقاد بعضهم إلى كونها منزلا لأم البشر فيما رجح البعض منهم بأن موضع المقبرة الحالي مجرد هيكل كانت قبيلة قضاعة في الحجاز تتعبد به قبل الإسلام بالإضافة إلى القول بأنه المكان الذي ترقد فيه أمنا حواء عليها السلام والاستدلال بأطوال القبر المبالغ فيها دون الاستناد إلى دليل شرعي أو بحث علمي يؤكد ذلك تبقى مقبرة حواء بحاجة إلى مطبوعات بمختلف اللغات لتوعية زوارها المتعطشين للأراضي المقدسة الجاهلين بحقيقة المقبرة لقناة المجد الفضائية سلطان العصيمي جدة وقطف قدنا ثمرا ترى ما فينا واحدة حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت